السلام عليكم اده كاترة. النهاردة بازن الله هناخد اللي هي ادوية تقدر تحصل عليها من على الكاونتر مباشرة. يعني من على طولة الكشير زي ما انتم شايفين. اغلبها مسكنات زي او مكملات غزائية زي الحديد مثلا. بازن الله هنبدأ بتلقيس اهم المعلمات في الدرس ده بصفحة واحدة. وبعدها هنحل وننهي بشورت مع تذكير سريع بالله اللي كنا خدناه في درس النهاردة. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم. بسم الله ونبدأ بسامري. الاوبر ذي كاونتر دراجز. وقلت لكم دي ممكن تبقى مسكنات زي الاسبرين. او الاسم التاني الليه اسيطايل سليسيلك اسيد. او البراسيتامول. او الاسم التاني الليه الاسيتامينوفين. او مكملات غزائية نفس الحديد. نبدأ كده باليوزيس. فزي ما قلت لكم الاتنين الاسبرين والبراسيتامول. انالجيزكس يعني مسكنات. غير انهم كمان خفضين للحرارة. بس الاسبرين معنا هنا بيتميز بخصائص مضادات الالتهابات بتاعها. غير انه ممكن كمان يستخدم انه يعمل سيولة في الدم. اما الايرون معنا هنا فما هو الا مكمل غزائي مش اكتر. كده خلصنا الاستخدامات. نروح على بالنسبة للاسبرين فهو بيعمل حاجة اسمها وصدقني ما تشغلش نفسك بمعناها دلوقت. اما البراسيتامول فهو بيتكسر لمركب اسمه النبتي. وده مركب سام. وضيفه ملحوظة هنا انه في الجرعة العلاجية بتاعته بيتحد مع مركب تاني اسمه فيرجع تاني مركب غير السام. اما الحديد معنا هنا هناخد عنه تلات حاجات. بتاعه بيبقى تأثير حار. اما السيستيمك فبيعمل دايريكت مايو كورديال دي بريسنت افكت. واخيرا زي بالزبط هيعمل نروح على ودي اهم حاجة معنا في درجة في التسمم بتاع التلات ادوية اللي علينا هنا. في الاول هيحصل معهم يعني اربع اعراض بنختصرهم في حروف يعني كوليك مغص او الم في المعدة يعني. وديارية اسهال. ونزي احساس بالترجيع. وفومتينج ترجيع فعلا. اعرافوا النموك دا كويس دا كترة عشان هنحتاجه بعد كده. في الدرس دا والدروس اللي جايه. بيسهل علينا عراض حفظ جياتيد استيربتز زي متو شايفين. طب لو دلوقتي في الاول مع التلاتة بيحصل لهم جياتيد استيربتز. هنفرق ما بين التساممات ازاي. سؤال كويس مع الاسبرين. هيجيله كمان اللي هو طانين في الاوزن. احساس برن كده مزعج في الاوزن. ودي ظاهرة بيقولوا عليها علشان دي عرض من تسمم اللي هو الاسبرين يعني. وزي ما قلت لكم اللي اتنين دول بيحصلوا بدري في الاول. اما مع البراستامول فللاسف في البداية مفيش غير جي اي تي ديستيربنتز عشان كده ليه في البداية. اما الحديد اللي كان عنده ده فهيعمل سيفير جي اي تي ديستيربنتز. بقول عليها انا بلادي سيدم. يعني لو حد سألك يعني ايه. هتقول له مثلا بلادي ديارية. يعني اسهال في دم. او بلادي فومتين. يعني ترجيع في دم. وهكذا. اصل الكوروزف افكت ده الحارق ده بيسبب نسيف داخلي. فنقول ديوتو لوكال افكت. ماشي نرجع تاني للأسبرين. ونعرف ان السلزيلزم ده والله. يعني ممكن ان طانين الازن ده يروح. مش هيفضل للابد. اما مع البرستيمول نعرف انه بيدخل بعد كده في استيج تحسن ظاهري. بس مش حقيقي. ظاهري. يعني بيظهر له ان هو تعافى خلاص من التسمم. بس الحقيقة انه لسه عاجات تانية بتحصل جوه جسمه هتدخله في الاستيج رقم تلاتة هنشوفه. اما مع الايرون فنفس البرستيمول هيحصل. هندخل بقى ده كترة عن اهم اللي ممكن يفرق لنا بين التسمم والتاني فهركزه معاه دلوقتي كويس قوي. اولا مع الاسبرين فهيسبب في تأثير كأنه واخد محفز. هيسبب في خمس حاجات مرتفعة وخمس حاجات منخفضة. اما المرتفعة تلاتة منهم هيبر واتنين تاكي. اتنين تشوفهم على الجلب. الهايبر سينسيتيفتي والهايبر ثرميا. واتنين على الرئة. الهايبربنية يعني زيادة الدبس بتاع والتاكبنية يعني زيادة السرعة بتاعت وحاجة واحدة على القلب تاكيكارديا. وبالنسبة للخمس حاجات اللي انخفضوا فكلهم هايبو. ثلاثة منهم بقول عليهم الكالسيميا والجليسيميا والكاليميا. وواحدة على الضغط. هايبوتنشن. واخر حاجة معنا هايبو برو ثرومبينيا. علشان الثرومبن ده اول برو ثرومبن قبل ما يبقى ثرومبن. اول اللي بيتسبب في تجلطه الدم. فلما يقل نسبته في الدم هيعمل على طول سيولة. وبالنسبة للبرستامول فالستيجي التالتة معنا هيحصل له ليبر فيلير. يعني فشل في الكبد يعني بعد الشرق اللي هو التلايف الكبد. واللي ما يعرفش منكم اعراضه لازم ان يكتبها ورايا عشان بيسألوا فيها. اختصروها كده. هيحصل زيادة في الاستي والالتي اللي هم انزيمات الكبد. وهيحصل جوندس وبليدين كمان بسبب نقص الكولوتينج فاكتور. اللي بتصنحها ايه الكبد. اما الفيز التالت بتاعة الايرون. فهيجيلك من بسبب اللي احنا قلنا عليه في الاول. نرجع تاني للاسبرين في المقارنة بتاعتنا. ده اعتبروه كلمة السر. لما يقول لكم اي حاجة من بسبب ايه? قلوه كلمة السر هيسبب في البداية عشان لما الواحد بيتنفس بسرعة قوي المسؤول عن الحامضية. بالتالي اللي هيزيد مين? المسؤول على القلوي الكوباي كربونية. وبعدها مباشرة هيدخل في متابوليك اسيدوزيز. ومن الاسم اسيدوزيز يعني زيادة الاسيدس. وده بالضبط اللي هنكتبه. زيادة الاسيدس. لو سألك هي اسيدس بالضبط. قلوه السبلاك اسيدس. مين يقدر يقولي ايه هم السبلاك اسيدس دول? دول السلفوريك والفوسفوريك واللاكتك والامينو والكيتو اسيدس. نخسرهم في حروف سبلاك. اما الاستيج الرابعة بتاعة الابارة سيتامول. فاما العين ده هيخف الحمد لله او هيموت. مباليهوش حل تالي. مع الايرون فهيدخل في ميجر ارجن سيستم فيلير. وركزيوه على كلمة هنا. عشان لما يكتب لك اي حاجة. كذا فيلير اعرف على طول اللي احنا بنتكلم في الاستيجل الرابعة. زي مسلا فيليورد فيلير. اخر حاجة عايزين نضيفها في بتاعة الاسبرين. هنقول له. انتم عارفين يعني مجموعة من الاعراض والساينز. صح? مجموعة معينة سمناها بالمتميزة بالتأثيرها على الكبد. فلو قال لك مسلا زيادة انذبات الكبد او او اي حاجة على الليبر اعرف على طول ان هو بيتكلم في الاسئلة هتكون سهلة يعني متقلقوش. مع البراسيتامول مش هنضيف له رقم خمسة بس الايرون هنقول له في رقم خمسة هيحصل يعني اللي هو يعني هيتكون في الجهاز الهضم. درس ده كثرة المعلومات المهمة فيه كتير حابتين مقارنة بالدروس اللي جاية. فما حد الشيء له. المفروض اللي انا كنت اضيف تحت الانفستيكيشنس والتريتمينت بس معرفتش علشان اخطأت في تقدير حجم الصفحة. فندخل في جديدة ونكتب فيها الانفستيكيشنس والتريتمينت. دي اخر حاجة. بالنسبة الانفستيكيشنس فاللي احنا عاوزين نعمله في التلاتة فهو السيروم كونسنتراشن. اما السلسلات فلو اكتر من ميت جرام برديسليتر. فبيبقى. والباراستامول لو اكتر من ميتين ميلي جرام برليتر. وفي خلال اربع ساعات هيبقى برضو لايف تريتنينج. لاحظوا اللي احنا هنا زودنا مية. بعدين دلوقتي هنزود تلتمية. فهيبقى مع الايرون خمسمية ميكو جرام برديسليتر. وده ساعتها هيبقى برضو. المفروض ده احنا مع الايف تريتنينج كونديشنس على طول اول حاجة هنديها ايه? اكيد ده لو كان موجود فقط. عشان مع الاسبرين ملوش انتدوت. وبالنسبة للتريتمنت هنفضل نفتي مع الاسبرين عشان ملوش انتدوت. هندينه مدات ونعمله ونقول بسبب تأخر امتصاص الاسبرين. وهنعمله وهنقول بسبب حموضية ده اللي احنا بنعادل بنضيف القلوي على الحموضية عشان ايه يبقى وملحوظة انه ده بيبقى لما بيبقى بتاع السلسلات في الدم اكتر من خمسين جرام يبقى حتى لو هتخلنا تلات ارقام مهمين. اولهم الخمسين زودنا عليها خمسين بقيت مية. زودنا عليها مية بقيت متين. زودنا عليها تلتمية بقيت خمس ومية. فتحفظوها بالطريقة دي اتاسهل طريقة. ومن خبرتي في حال الاسئلة مش شفتهمش بيسألوا غير عن الاربع ارقام دول في الكتاب. في درس اخر حاجة بس هنقوله ان احنا ما عندناش للأسبرين. وعلشان كده برضو اضطرنا نفتي بالحاجات دي. اما متسمم ده فلو جالت من خلال ساعة الاربع ساعات هتديله اما لو عد على ابتلاعه لأشطة البرسيتامول اكتر من اربع ساعات ولقيت تركيز البرسيتامول في الدم اعلى من متين ميلي جرام بير ليتر على طول هنديله الانتدوت اللي هو الان اسيتايل سيستاين. وده للجلوتاثيون اللي احنا خدناه في الاول هنا بيندمج مع نبكي علشان يرجعه ولو لقيناه غالي وعاوزنا اولترنتيف هنديله واخر حاجة مع الحديد هنا فالانتدوت بتاعنا يعني مواد بتندمج مع عشان تحولها ولانتوكس والكليتر بتاع الايرون والاسم ده لازم تحفظوه يا جماعة. بتبطل تديله لما الاعراض تختفي زي او الشوك. يعني حمضية الدم بتاعته ترجع لطبعتها او ضغط الواط يرجع نورمال زي ما هو. اول دولة ده لما لون اليوران يرجع للونه الطبيعي. يعني يرجع للونه الاصطر الطبيعي. هو اصلا الايرون بيحوله للفين روز يعني زي بينك او احمر فاتح كده. بس كده ده كاتر الحمدله خلصنا السامري بتاعت عارف كانت مع علمات كتيرة ولكن مش بيدي حاجة هما بيسألوا على كل الحاجات دي بالظهر. الدروس اللي جاية هتبقى اسعل من كده والسامري بتاعتها اظهر. بازن الله. موصقهم مش تاخدوا ولا حاجة. علشان الورق ده هو اللي هتراجعوا قبل اللي متحموا باشرة. لما الكتاب كله يكون دخل في فلازم ان يكون ليك هيكل تبني على المعلومات. هنا كده بسرعة اخدنا الاسبرين والبراسيتامول والايرون. عرفنا استخداراتهم التلاتة. وان الاسبرين متميز بالانتي وعرفنا حاجة اسمها حافظناها زي ما هي للاسبرين. اما البرسيتامول عرفنا ان هو بيتحول لنبكي وهو ده اللي بسبب في الاعراض الكتيرة دي. اما الحديد عرفنا للوكل وسيستيميك اكشنز ونفس الاسبرين ان قبل كوكسيدف اما اكلنا كالبيكتشر عرفنا التلاتة بيبدأوا بجي اي تي دستيربنز وميزنا كل واحدة بالمنفستيشن المعين ليه. وعرفنا ان البرسيتامول والايرون ليهم ابرانت ريكوفري. اما الاسبرين عرفنا عن السليسليزم ان هو ممكن يرجع نورمال زي ما كان. واخدنا اعراض تانية للاسبرين توكسيسيتي. واعراض كمان للبرسيتامول. واسمناهم لخمسة فيزس. وملاحوظة هنا كلمة بتسوي كلمة في الاسئلة. فخلي بالكم في الموضوع ده. وبعدها روحنا على وعرفنا الاربع ارقام بتوعنا اللي بيسألوا عليهم. وخلنا بتاع كل واحد فيهم بعد الاسبرين. قلنا مع مداك وجسر جلباش. وظبطنا ديديتنا الحمد الله في الدرس ده. ننقل بقى للامسي كيو. وبعدها الاس اي كيو. توكلنا على الله ونبدأ في بتاعة ده ملف زملتنا بسمالة جزاه الله خير هي اللي عملات. هنحل مع بعض تمنتاشر سؤال. ركزوا معي كويس فيهم عشان الاسئلة بتكرر هي هيها. بس محدش بصمج. علشان بيكون فيه تغيير طفيف في الاسئلة. بيغير من الاجابة. احفظوا على الاقل السمر اللي انا هعملها في كل بإذن الله. جاب لنا سيرة اول مسكن معانا في وقل لنا اول اعراض التسمم ايه? اخدنا في الاسبرين هو من اول اعراض التسمم اللي اختصرناه في حروب واخدنا التنتس اللي هو ايه? طانين الاوزن. اللي كانت ظهارة تسمى بالساليسيليزم. يبقى كده والله الاجابة معانا بي طبعا الساليسيليزم ده كان اسم تالت للاسبرين. بصوا كده اخدنا اسبرين واخدنا اسطايل ساليسيليزم. واخدنا مع هنا الساليسيليزم. اسامي مختلفة للاسبرين احفظوها كلها. لما الحاجة تبقى مشهورة قوي بين الناس بيكتر لها اساميها. سبحان الله الذي لديه اسماء لا تعد ولا تخصي. نرجع لسؤالنا بيقول لك ايه هنا مش صحيح عن الساليسيليز اوفردوز يعني تسمهم الاسبرين ده. حاجة من الخمسة دول غير صحيحة عنه. نقرأ من تحت لفوق. هل ما اخدناش الا خمس ارقام في الدرس ده. عند الاسبرين اخدنا رقمين. الاكتر من مية جرام بردسيليتر قلنا ان هو ده لايف سريتين. ساعتها بقى هيحصل له الكومة والكلام ده كل. يبقى الخيار ده مع انا صحيح. هيباته هو الاسم العلمي للليفر. واحنا اخدنا مع الاسبرين انه بيحصل له حاجة اسمها وده مشهور بالليفر افكت. احاوزين تكتبوها هي نفس الحاجة. وكمعلومة زيادة هي يبقى كده دي معانا صح. لو ركزت شوية في الاسبرين هتلاحظوا من الخمس حاجات اللي سبب في انخفاضها. حاجة سمناها بالهايبو يعني نقص البروثرومبن في الدم. يعني المضوع هنا ليه علاقة بالتجلط والتسبب في سيولة الدم. يبقى كده والله سي برضو صح ايوة اخدنا انه في البداية بيحصل وبسبب خمسة زادوا. اخترتناهم في حروف سبلات. يبقى كده والله بيه كمان معانا صح. فتبقلنا الاجابة الوحيدة ايه بطريقة الاليبنيشن عرفنا نجاوب عليها. بس لو عارزين تضيفوه اكتبو ان الساليسلات ده اسيتس اه زي ما قلنا. ولكن ويك اسيتس مش سترونج. انا حبيت اعرفكم بس انه بالسامري انا عرف نحل. بعدين لو حبيتو تضيفو معلومات ضيفوها زي ما قلتلك. ان اكيوت اسبرين توكسيسيتي ده احنا عارفين ان في البداية كان بيحصل صح ولا ايه? مش ده اللي احنا اتفقنا عليه? يبقى كده والله الاجابة معانا ايه? لاحظوا ان هو بيقول لك وانا كده بتقول لكم نفس المصطلح هو اللي بيحصل وبعدين يبقى الله الاجابة معانا طبعا المعلومات دي على حسب كتابنا. لو بحثت في مصادر خارجية هتدخل في متاهات زي ما حصل معي. بس احنا في الاول وفي الاخر هنتحسب على كتابنا في الامتحان فالاجابة دخلنا على تاني واحد معانا في اسيتامينوفين او براسيتامول نفس الاسم. واحد امريكان واحد من بلدة تاني. بيسألك هل في البراسيتامول بيبقى فيه ولا لأ? هتقول له اه والله في الاستيش رقم تلاتة الليفر بيحصل له طلايف وفشل فبمنتجش كويس فالبليدنج تندنسي بيزيد. يعني هو بيميل ان هو ينزف. عوامل تجلط ما بتوقفش النزيد. يبقى الاجابة معانا ترو. النوزيا والفوموتينج كانت واحدة من بتاعتنا اللي هو والدايرية والنوزيا والفوموتينج. فآه ده بيحصل. زي ما كتبت لكم هو وكمان الجوندس بيحصل وببيدنج بتحصل بس في الاستيش رقم تلاتة. وبالنسبة للاوقات يا دا كاترة اللي هو مسلا استيش رقم واحد في خلال يوم. استيش رقم اتنين في يومين. والرقم تلاتة من تلاتة الاربع تيام. واربعة من اربعة لتمنتاشر يوم. الحاجات دي كلها. تمام? يعني احتمال اقل من واحد المية ان هو يسألك عليها. مش في اسئلة لا لكن في اسئلة الكيسيز. تمام? اللي عند وقت منكم بس يبقى يضفها في السامري بتاعته بعد ما ينقلها من عندي. يبقى كده الايجابة معانا بيه مش افنهاش في بتاعت الاسيتامينو. بصوا كدب لكم كده بصراحة. ولكن في الكيسيز ممكن يكتب لك ارقامه. بس زي ما قلت لكم احتمال اقل من واحد من مية. بس يعني يظل مش مستحيل. المهم بيقول لك ايه من الخمس خيارت دول بيحصل في الاستجرقم تلاتة بتاعت الاسيتامينو فين. زي ما شفتوا الاستجرقم تلاتة ديت اكتر حاجة بيتسائل فيها. تركزوا عليها كويس. هيحصل اهو جوندس. فكده الايجابة معانا ايه? عرفناها من الجوندس. وبي ودي استجرقم واحد. اما سي ما كتبتها لكمشي. بس هي استجرقم اتنين. ومحتاج نهاش كمعلومة عشان نحل السؤال. يعني بيقول لك ليه ما منستخدمش الهيمو دايالسيس ده? غسيل الدم يعني مع المتسممين في الاسيتامينو فين. هو ما قالكش ليه ما منستخدمهش بيقول لك ليه غير مرغوب فيه? هتقول له عشان احنا عندنا اسمه اما لو كان حاجة تانية زي هنفضل نفتي في العلاجات بتاعته عشان نعوض عدم موجودة الرياض. والحمد لله اللي احنا لقيناه في البراسيتامول والايرون وقلنا كنا درسنا كتير وكان العيان تعب معنا. يبقى كده الاجابة بيه. فكاينما قلت لكم في بتاعت البراسيتامول فاول اربع ساعات هنديه ليه? عشان هو بيمسك كميائيا مع البراسيتامول. فبياخدوا معه ويطلعوا من الايه? من الجاي تي. وده من زاوية تانية اعتبر سؤال من شابتر رقم واحد لما اخدنا التمن حاجات اللي بحروف شاركول اللي هما الكروسيفز والهيبي ميتلز والالكحولز وما الاخره بس ملقناش فيه الاسيتامينوفيل اللي هو باراسيتامول. في اي حد درس شابتر وانع في حل السؤال ده برضو. السؤال ده اجابته مش علينا في الكتاب. كل اللي نعرفه اللي احنا اخدنا السلسلات في الافر دا كاونتر دراجز. والديجوكسن مع الكارديو فاسكلر دراجز. اما الفينو باربيتون اخدناه مع والريفامبسين مركزناش فيه قوي. بس دي معلومتنا كلها عن السؤال. وبيقول لك الاجابة هنا ايه? عاوز تحفظها احفظها امش عاوز تحفظها? طالما ما تكتبتش في الكتاب يبقى نروح للسؤال اللي بعديه. براسيتامول اوبردوز كوز ليبر داميج ثروف. طبعا اللي بيحصل في الاستيج رقم كم؟ رقم ثلاثة. بيقول لك ايه من الاربعة دول هو اللي تسبب في الليبر داميج ده. ركزوا كويس في اكشن كده افتكروها. ضيفوا هنا معلش ان اللي بيكسر براسيتامولي بيعملو للنبكي انزيم كده اسمه بي ربعمائة وخمسين. هو ده اللي بيكسر براسيتامولي يحوله للتوكسي كومبون موجود في الليبر. يعني باختصار احنا خلنا براسيتامولي مش بسبب لينا تسمم. بعدين الليبر هو حوله لتوكسي. فلاحظوا الحتة دي. فحاول يصلح غلطته ويخلي الجلوتاثيون يرجعه تاني بس لما كلمية الجلوتاثيون دي قلت مقارنة بالهاي انجيشن في براسيتامول حصل توكسيسيتي ودخل بقى في بتاعتنا دي. يبقى كده والله اجابة السؤال ده دي اللي هو مين? اللي هو السايتوكروم بي ربعمائة وخمسين. ده كاتر اخر كم سؤال تلوقتي في الامسي كيوز? احاول سرع شوية? على اساس اللي احنا نلحق نحل الاس اكيوز. بيقول لك هنا ايه من الاربعة دول ما بيسببش في الشوك. اللي هي الهايبوتينشن. فالدمة ما بيوصلش كويس للخلايا بالذات الطرفية. هتقول له والله الديفريزيز اللي هو العرق. لان انت يقنعني كده. لما الجسم يعرق ويخسر المية. مش الاصل ان الضغط يزيد. طبعا لو هنتكلم كميائيا بس على حسب المنطق ده نعرف نختارها هي الاجابة. والحاجات الصعبة التانية دية هي اللي هتسبب فعلا في شوك. محدش يقولي اللي انا ما قلتلكمش ان الايرون توكسيسيتي بتسبب في شوك. لا انا كتبتها لكم هو مع التريتمينت انه ممكن يحصل شوك. فعشان كده منديله الديفروكسيمين. ولما الشوك يروح بنوقف منعمل اندون ديفروكسيمين انجيكشن. صح? يعني والله لو كان الدرج ده اسيدك زي مثلا الاسبرين اللي كان بنعمله الكليزيشن بنديله الكلي. يعني بنغير البي اتش بتاعه من اسيدك لالكلي. فيساعد انه يطلع برة دمه. كان السؤال ده اخنا في شابتر وان. استيج تلاتة ايرون توكسيستي از ما نفستت باقيه الدافولون اكسيت. انتم ملاحظتوش احنا رحنا لتالت اوبر دا كونتر دراج معانا الايرون. اللي هو المكمل الغذائي. بيقولك في الاستيج رقم تلاتة اللي بيحصل فيه معادة حاجة. ولو لاحظتم برضو بيسأله عن الاستيج رقم تلاتة دايما في الاسيتامينوفين وفي الايرون توكسيسي دي. يعني سيبين كل الاستيج ومركزين على رقم تلاتة. حبيت الفت نظاركم بس. المهم اجابة السؤال ده للي دارس منكم السامري بتاعتي هيعدي على كل اختيار ويقول مش متأكد مش متأكد مش متأكد مش متأكد مش متأكد بس يجي على ديت ويقول ان هو سمع عنها مع الاسبرين اللي قلنا بيعمل سيولة في الدم صح؟ فهيقلل من عوامل التجل. بقية الاربع حاجات اللي عايزين تضفوها مع الفيز رقم تلاتة او الستيج الاتنين نفس الحاجة ضفوها ولكن احنا ممكن نعرفها بالتفكير المنطقي. قلنا ان الايرون لي كوروسف افكت فهيقيد هيعمل هيمروش. وقلنا انه بيعمل انكابلينج اوكسيدي فوسفريلاشن فاكد هيعمل ميتابوليك اسيدوزيس. والفيفر وانسيدات اخر حتة في الاستومك هما بس المباقيين بضفوهم هما دول في السمر. طبعا انا معاودكم على طول ببرمشي المعلمات كلها في السمر في الاول علشان ما تتشتتوش. المعلمات الزيادة زيادية بديها لكم حبة حبة عشان هما اقل احتمالية ان هما يتسئلوا. هنعرف في اللي منكم بيبقى مزدوء اخر زقنا قبل الامتحاء. ربنا يعنكم. اكيد ابدو من البين اللي هي زي ما سيفير جي اي تي دستربانس. واختصرناهم في حروف سيدن. السي هنا كوليك. اللي هي اب دوميال بين. ما غصي يعني. والتلاتة على فكرة اول حاجة بتحصل معهم هي جي اي تي دستربانس. بحد يشول لانا ما تلكمش عليه. عشان انا كنا بتلكم هو تحت لو ما كنتش تعرف ان هما نفس الحاجة. لاحظ الفرق شبه اول حرفين. دي دي. احنا بنعرفش عن الاستيز رقم اربعة من الايرون بويزنينج غير انه هي ميتميزة بكلمة صح? يبقى كده والله الاجابة معانا دي. اما الفيفر والهايبو فولوميك شوك اللي ضفهم منكم. في الاستيز رقم ثلاثة ممتاز. واللي عارف ان الديارية من اللي هي حروف سيدن عارفت دي فيها ممتاز برضو. فكده هيتبقى معانا برضو سواء ضفته الكلام ده ومن ضفتهش هتعرف الجواب السواء. والاسئلة اللي جاية برضو شبه الموضوع ده. يعني في دم يعني ممكن دراج واحد او اكتر من واحد. بالنسبة للهيمات فانا كده بتلكم اهو بلادي سيدن تحت الايرون. يعني فيه في البومتينج بلاد. وبالنسبة للميتابوليك اسيدوزز فانا كده بتلكم برضو تحت ايه في الاسبرين مشهورة في الاسبرين بسبب وعلى فكرة نفس الحاجة مع الايرونان قامل فيحصل له برضو متابوليك اسيدوزز. وانت لو فهمت الميكانيزم او اكشن هتعرف تفهم يعني يعني حتى بسبب بسبب يعني انه بيحرق فيسبب آآ نزيف. فالواحد برجعها. يبقى والله هي الاجابة معانا ايه? بالنسبة للشورت انسر كويشنز. فدي صورة من كتابي كتبتها وراء الدكتورة والرئيسة القسم هي بتشرح. فالاسئلة دي محتمل تتكرر. يقول لك. وسؤال زي ده ممكن يحط لك عليه تلات درجات. فلازم ان يكون تلاتة موجودة عندك في الاجابة. على طول هنفتكر اللي احنا حافظناه في وهنكتب له هتكون كده خطت الدلاتة? لا انت كده هتكون خطت درجة واحدة بس. ومال الدرجتين التانية هجيبه من فين? هتكتب اللي انت عارفه. هتكتب اللي انت عارفه. هتكتب ومن دي كلها مليونة درجات. بالذات مسلا كلمة خدت عليها درجة. هلمة متابوليك اسيدوزيز خدت عليها درجة. هلمة هتاخد عليها درجة كمان. حتى والخمسة الزيادة والخمسة وليلين كل دول هتاخد عليهم درجات مثلا. اكتب بس اللي انت عارفه ومنها في الموضوع. بس ما تنساش الوقت اللي عندك برضو في الامتحان. فحول يعني ايه? تكتب بسرعة وتختصر. الكيوورد سانا علمت عليهم اه. ثلاثة من دول كفاية انك تاخد التلات درجات. يبا احنا كده خلصنا السؤال الاولين. نفس السؤال بس مع هتكتب له اللي موجود في المربع ده كده. كتبت نبكي هتاخد درجة. كتبت هتاخد درجة. جبت سيرة هتاخد الدرجة التالت. عاوزين ايه? ما فيش احسن من المربع ده لو مليته في ما بقولكش هتاخد تلات درجات. ده انت لو ما اخدتش خمستاشر درجة ما ببقاش انا بفهم في التصحيح. والحمد الله طبعا بس انا ما قلت لكمش انا صحح في امتحانات اكتراوية بل كده. فانا عندي ماركس كيم وكنت عاد اصحح في امتحانات. فالحمد الله يعني جاء لي خبرة من الموضوع. ممكن تشوفوا موضوع الصعبة. ولكن بنظري دول اسأل حاجة. لو انتم حافظين بس السامري اللي انا كتبتها لكم. نفس السؤال بس للايرون هتكتب له برضو المربع ده. ولو ملحيتش تكتب اللي نصف في الامتحان. يعني مسلا لحد هنا هتاخد برضو الدرجة الكاملة. انك تجيب سورة درجة. انك تقول بالاربعة دول درجة. انك تقول درجة كمان. وسؤال زي ده بيكون عليه خمسة لو كان في رخمة في الموضوع. لو كان الموضوع اوكي بيبقى ثلاثة اقصى حاجة. يعني عدد. ده كان بتاعي. والسؤال ده اللي مصح صح بس هيعرفي جاوبة. بصوا كده معي. اخدنا ان ده هو بتاع الايرون صح? امتى بنستخدمه? اول نقطة. سيريوم ايرون كونسنتريشن مايكرو جرام بر ديسليتر. بيبقى فبنبديله الانتدوت. كده خدت درجة. تاني نقطة. هتعكس الكلام ده. احنا قولنا كزا. صح? هتعكس الكلام ده. هنقول وهتكتعكس الكلام. فهتقول لو عنده زي كده اخدت درجة كمان. وهتقول كده اخدت الدرجة التالت. لو عاوز تفتح الكتاب وتكره اللي هناك وتحفظها. مفيش مشكلة بسيء نفس الكلام يعني. وانا اضامن لكم ان التلات معلمات دول هيجيب لكم الدرجة الكاملة. يبقى احنا كده تمام الحمد لله خلصنا كتلخيص وهو ده الملخص قدامكم زي ما انتم شايفين. محدش ينسى ياخد عشان يزاكر منه. او يكتبوا فرق يعني الموضوع مش ياخد مد. وخلصناه كمسيكيوز وهنعمل كده ان شاء الله مع الشابتر اللي جاي لهو واللي بعدين كوروسيفز لحد ما نخلص الكتاب ونخلص من التوكسو ونضبط دنياتنا فيه الحمد لله. واخره دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بالتوفيق يا باكاترة بازن الله.